سقيفة كده اسمها الصفة صفة مكان كده يعني فكانوا يباتوا فيه مالهمش مأوى إذا فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الطعام قدمه لهم فأكلوا وإلا فهم ناظرون لله لا يسألون الناس الحافة فبدأوا يتجردوا ويدربوا نفسهم على التوكل على الله ربنا بعت للنبي حاجة يبقى ربنا عاوز يأكلهم مفيش هم إيه ساكنون بين يدي الله لا يسألون أحد فده كانوا من التدريب اللي خدوا الصفية بعد كده فدول كانوا بسموهم إيه أهل الصفة الفقراء وهم الذين نزل فيهم قول الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه مولانا الشيخ زروق يقول هؤلاء أهل الصفة ونزل فيهم أيضا قول الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم قال هؤلاء كانوا فقراء في مبدأ أمرهم كانوا فقراء ومع ذلك كان منهم بعد ذلك الغني وكان منهم الأمير أمراء فلم يخرجهم الغنى عن فقرهم لله كما كان مبدأ أمرهم ولم تخرجهم الإمارة عن الذل لله كما كان مبدأ أمرهم من هنا جات إيه الافتقار بين يدي الله والذل أدي معنى الفقير أو الصوفي أن هو إيه صاحب إيه افتقار إلى الله مش قضية مال وغنى فلم يخرجهم الغنى عن الفقر لله كما كان مبدأ أمرهم ولم تخرجهم الإمارة عن الذل لله كما كان مبدأ أمرهم فبالتالي لا يرتبط التصوّب بفقر ولا بغنى وإنما بإرادة وجه الملك الديان قال تعالى وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهِ فالمقصود هو إيه؟ من الفقر هنا هو إرادة وجه الملك الديان